بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تظهر عظمة الإسلام وسعة الإسلام وشمول أحكام الإسلام ففي هذه الآية تتحدث عن كمال الإسلام وشموليته ومن هذه الشمولية نأخذ بعض الإشارات أن أحكام الإسلام لا تقتصر على جانب واحد من جوانب الحياة ولا تتعلق فقط بالإنسان وإنما تشمل الحياة كلها ما من مفردة من مفردات هذا الكون هذه الحياة إلا وفيها حكم في شريعة ربنا سبحانه وتعالى ومنها أحكام تتعلق بالإنسان وبالبيئة وبالحيوان وبكل شيء نعم الله سبحانه وتعالى سخر كل شيء لهذا الإنسان المخلوق المكرم من الله سبحانه وتعالى قال سبحانه لقد كرمنا بني آدم ولكن بمقابل هذا التسخير هناك التكليف سخر للإنسان كل شيء وكلفه بالحفاظ عليه وكلفه بحسن التصرف فيه وكلفه بحسن استخدامه فالله عز وجل سخر كل ما في هذا الكون وجعله أمانة في عنق هذا الإنسان ومسؤول عنه يوم القيامة وفي هذا صدد نذكر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا وكان له به صدقة ويقول أيضا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها إذن هذا ما يتعلق بهذه البيئة والحفاظ عليها ولكن الإشارة في كيف يتصرف الإنسان مع هذه البيئة إذا أحسن فله الأجر والثواب وإن أساء فعليه الوزر والعقاب ونأخذ في هذا صورتين اثنتين أما الصورة الأولى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطاعها من الطريق كانت تؤذي المسلمين وأيضا الصورة الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار هذا قطعها بحق فكان له الأجر والثواب وهذا قطعها بغير حق بعدوان بظلم لا لفائدة فكان عليه الوزر والعقاب والسدر نبات يتفيأ في ظلاله الناس أيضا هذا الأمر لا يتعلق فقط في البيئة والشجر والزروع يتعلق أيضا إلى الحيوان أيضا هذا الذي سخره الله عز وجل للإنسان نأخذ أيضا صورتين اثنتين من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أما الصورة الأولى فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلينا إلى الرجل الذي سقى كلبا يلهث من العطش فدخل به الجنة والصورة الثانية أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة التي حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت بها النار فهنا الإحسان كان مقابله الأجر والثواب وهذا الظلم والعدوان تجاه الحيوان كان له الوزر والعقاب حتى أن الأمر أبعد من ذلك نعم الحيوان مسخر للإنسان حتى لمأكله حتى للفائدة منه ولكن الله عز وجل كلف الإنسان الإحسان لهذا الحيوان فلا يحمله ما لا يطيق وأن يرعاه وأن حتى وهو يذبحه ليأكله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته كذلك نأخذ صورة أخرى الاستخدام للفائدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يقول يا رب قد إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعه والأمر لا يتعلق بهذا بحسب وإنما يتعلق بالنحية الجمالية بالنظافة فالنظافة في الإسلام لا تتعلق بالشخصي ليست نظافة شخصية وإن نظافة عامة حتى للبيئة فيشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى نظافة الفناء المحيط الذي نعيش فيه فنجد الإرشاد النبوي من حولنا فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود فإذن هناك نظرة إلى البيئة من الناحية الفائدة من ناحية الاستخدام من ناحية كل شيء فالإنسان فاعلا إيجابيا في إيجاد هذه الزروع والاعتناء بها وحسن التصرف فيها وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها فإذن هذه بعض الإرشادات النبوية على وجه السرعة من الممكن أن نقف عندها مطولا ولكن الإشارة لكي نسقطها على واقعنا فننطلق من أنفسنا إلى المحيط الذي من حولنا نعتني بشجرة ونسقيها ونرعاها حق رعايتها ونعتني بالحيوانات المسخرة للإنسان وننظف بيئتنا وننظف بيوتنا وننظف المحيط الذي نحن فيه مهما كانت الظروف قاسية ومؤلمة لكن هذه إرشادات ربنا سبحانه وتعالى وهذا من شرع الله تبارك وتعالى أسأل الله لي ولكم العافية وأن يهدينا سواء السبيل بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة